السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم شهوات ومعبير وصفوان واليوم ان شاء الله غد نحضر معكم التردة المغربية المرة كشية الأكلة عريقة البنات كنطيبوها بالخبز اللي كيكون بارد فما كنضيعوش ربي ما كيبغيش تضيع كننخدوها ذاك الخبز كنصخنوه وكنديرو به هاد الأكلة هادي وغد نشارك معكم ايضا الآتاي مغريبي على طريقتي ان شاء الله يعجبكم وخليكم معايات الاخر الفيديو باش شوفوا الطريقة والمقادير واشوفوا كيف كاتجي هاد تردة ما شاء الله كتدفي الجسم في هاد الجو البارد وبدو المقادر دينا هادي نحتاجه جوش البصلات مش اللي ضيين على هاد مش ان فينا عفوان على هاد طريقة واحد الحبة دي الطماطم معالقة صغيرة دي السمن وربطة دي القصب ورمعد نوس هنا عندي الفول هاكدا مغسول وعندي اللي عدستة هو منقيم زيان وموصول ومرقد في الماء وعندي معلقة كبيرة دي الحلبة اللي هي اساسية فهد الوصفة هادي ويمكن لكم تديرو ساواء دجاج انا عندي هنا صدر دي الدجاج او ليمكن لكم تديرو للقديد او ليمكن لكم تديرو كرداس او للحم اللي عندكم البنات تديرو بها دي التردة هادي هرا كتجي هائلة نبدو اه في الكوكوت دينا غاد حطو هنا يا دجاج ومعلقة دي السمن بصيلات اللي تكون مش ننفى او لجوش البصلات باش تجي هاكدا المرقم خاتر وملبية وانديرو هادك الارزيمة ديال اقصبورو مدنوس تكون منقية ومغسولة مطابعة لحالو مربطة وهنا غا ندير واحد لك الكوبة ديال التومة كيف كتشوفو غاد ندير معلقة صغيرة ديال الابزار معلقة صغيرة ديال فلفل احمر تحميرة ومعلقة صغيرة ديال خرقوم غاد ندير معلقة صغيرة ديال سكينجبير وغاد نضيف هنايا الحلبة ديالنا كيلي كيبغي ديال الحلبة في كموسة هكدا وتبقى معزولة انا كنفضل انها تكون في المرقى وناكلوها مباشرة والاصل ديال هاد ترده هو الحلبة غاد ندير هنا الملحة القياس ديالنات الملحة وغاد نضيف هنايا العدس اللي كيكون مرقضينه بواحد نصف ساعة اولا ساعة من قبل من الاحسن باش هكدا كيتيبقى شد فراثم يعني ما كيفسخش الجلدة دياله وتتبقى لحبة ديال العدس هكدا صاينة وغاد نضيف هنايا الفول الفول الختياري بغتي تدوره ديره ولكن هو كيبغي المرقى وتتجيل ديال هاد المرقى بزف هنا عندي واحد الحبة ديال الطماطم نحيلي لها القشرة ديالها وهد نقطعها هكدا على هاد الشكل ستقوني لبنات هاد الاوكلة هادية اللي جربتوها غتب اليوم اعتمدة عندكم ما كنضيعوش الخبز اللي كيكون بايت كنديرو هاد الوصفة هادية كنجي تقريبا مشابهة الرفيصة هنا عندي معلقة ديال المساخن ضرورية مساخن هما هم التردة هما والحلبة المساخن والحلبة هم العنصرين الاساسيين في التردة عندي واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون بغيتو تخلطوه الزيت خلطوها انك نستعمل غير زيت الزيتون دائما في المطبخ ديالي هاد العناصر اللي بنات ما كيحتاجوش يتشحروا فكا نضيفوه الماء مباشرة واحد اطروا تقريبا اطروا نصف ديال الماء حتى كي تغطى لنا مزيان ذاك الال خارج كامل وغادي نصدو الكوكوس ديالنا غادي نضيرو الصفارة مطابعة الحال ونخليوها طيبة على عافية تكون مهيلة اه حتى كي تطيب لنا مزيان هادي كالليني العداس والقطنية كاملة وتجاج فغادي نصدع لها نضير الصفارة ونخليها البنات الطيب على عافية مهيلة اه مدة ديال تتولي تساعة تتكون كافية كنناخدوهنا الخفز ديالنا اللي كيكون بايت كننسخنوه في الفران نراتي رجع بحل يالله طاب البنات شوفوه ما شاء الله تيجي الخبز بحل يالله طاب لانك نكونو سخنه في الفران كنقطعوه قطاع صغيرة على هاد الشكل هادا وهادي نحتفظو به حتى اللي بغيو نسقيو المرق ديالنا فهادي تردى البنات كنصيحة هاد الخبز هادا حتى تطيب المرقى عاد سخنوه وهكدا قطعوه وباش تسقيوه يكون سخون ويبقى هكدا كرطب لانا فإلا سخنتوه وخليتوه عوتاني تبرد عاد المرقى وجدات فذك الخبز هدي برد وشاركوني اراءكم البنات وش هاد الاوكلة هادي فايت لكم حضرتوها اولا فايت لكم ضقتوها راح اغزالها اه يمكن لكم تديروها لولداتكم راح ترفع المانعة لانا الحلبة وهاد المكونات كاملة راح تباك الله كتسخل الجسم في هاد الجولي كيكون بارد في الشتوى وماشاء الله غنية البنات وندو زودة بنحضر معاكم اتاي الشاي المغريبي كنناخدوه هنا البرد دينا فينا نديرو اتاي كنناخد اتاي شعرة راني نكتيكم الابنات كنخلط اتاي 411 معا اتاي الاخر ديال الدحميس وكيجي واحد اتاي يا سالم كندير هنا ثلاثة المعالق في هاد البرد الكبير ثلاثة المعالق ديال الشاي او اتاي رادي ندير هنا تقريبا نجهد واحد كاس ديال ما يكون طايب غليان كنحيد هادك الماء كنخليه كنحتفظ به تال اخر ما كننكبوش على البنات كننشللش انا اتاي شعرة ما كيتشللش اتاي الاخر هو اللي كيتشلل اللي كيكون حبوب فكنناخد هاد هاد الكاس اللول راه هو اللي طالع عليه الفيلم هاد الكاس اللول كحتفظو به اه غدا نخليه هكدا جانبا نشتو البنات كيفاش طالق غدا نخليه جانبا وغدا نعمرو البرد ديالنا بالماء يكون غليان او نرضو فوق البوطة يغلي حتى كيتشحر لنا دك اتي واحد العشرة ديال دقايق اه ضرور هاد العملي ديال تشحر باش هدك اتي كيتشحر باش هدك اتي كيطلق لنا مزيان نسمة ديالو وحتى اللوين ديالو كيجي طالق زوين صافي غدا نعمر البرد على هاد الشكل نخلي واحد شوية فينا يغلي باش ما يفيدش غدا نحطوه فوق البوطة مباشرة ونخليه حتى يبدأ يغلي واحد العشرة ديال دقايق كافية البنات كيف ماشته تيبدأ يغلي را كيطلع مباشرة صافي غدا نحيدو من فوق البوطة وغدا نزيد عليه النعناع وسكر القياس ديالكم ديال السكر الحلاوة اللي بغيتو انتوما فعنا كنحاول ننقص سكر بززاف هاد البرد راه تقريبا تهز ست الكيسان ولا سبعات الكيسان را كبير فنضيف لعغير جوش ديال جوش طوبة ديال السكر صافي كننديرو نعناع في هاد المرحلة وكنديرو السكر مباشرة وصافي كننزيدو ذاك الكاس اللي الخر اللي كنا الكاس اللي العفوال اللي كنا خلينا وهو وقتين ديالنا موجود رادي نكوب معكم ضروري هاد هاد كوب شقلب ديال المغاربة كننكوبو الكاس الليول وكنعاودو نشقلبوه ونعاودو نكوبو الكاس الثاني كيف غتشوفو انا هاد طريقة ديال اتاي شركتها مع الناس اللي ماشي مغريبة يعني باش يعرفوا الاتاي المغربي كيفوش كيت تحضر ويحضروه تهومي لك تحت لهم الفرصة ويدوقوا الاتاي المغربي الرائع هاد الشي هاده ووبيه كنقدو المزاج وتيجي مع بزاف ديال الاطباق اللي بحالة كده شوى او لا تردى في هاد الاطباق كيبغي واتاي البنت كيف كتشوفو الكشكوش شوى ما شاء الله كاسم دكش الرفيع بنعنع يا سالم شوفو الليوين ديالو راح اصلا الليوين فاتح على هاكده راح هين مع الكاميرا كيبان كيبان لون مغلق وصفي رجعو لتردى ديالنا الماراق ها هو وجد كننلح واحد المزيودة ضروري ديك المزيودة البناتس كتلددو بزاف وكنخليو الماراق تيينشف مزيان مش يتيينشف عفوان غتي يتلبى لنا شوية علما كتطيب ديك المزيودة كننطفيو البوطة هنا وريتكم ديك المغاربة اللولة هادي بها كننهز المرقة كيف كتشوفو ادي نهز الماراق ونكوب مزيان حاول نوصل الماراق الجميع اللي يصف هاته هادي يعني الخبز ديالي تسقى كامل والمغرفة الاخرى بها كننعزل هاي ديك البصلة والعداس ودكش الليتي يبقى هكده الفوق والفول من طابعة الحال فوالله البناتس اللي كتجي طبق رائع كتشفووا هنا كننفقي جوج ديالتباصل فكتعرفوني كنندير ريجيم صنغلوتين فكندير الخبز ديالي بدون غلوتين كنقطعوته هو مصخنو وكنسقيه وما نحرمش راسي وفي نفس الوقت نخلي الريجيم ديالي محافظة عليه كندير الكوراج في البنات اللي سيلياك عندهم ريجيم خاص بهم انكم ما تتسلموش رغم المعاناة فالحمد لله ربك يعاوننا وكنحاولوا نديروا الاطبق ديالنا مع الاطبق ديال ولداتنا فالعاوضوا لله سبحانه وتعالى وصافي غادي نكمل على ها الطريقة هادي كنحط الدجاج كنحط دوك المزيودات هكذا من الفوق وصافي كنحاول نعود نسقيه مزيان يعني الخبز يوصلو يوصلو داك الماراق وكي يجي طبق ديالنا على هاد الشكل هادا كيش هيها البنات هادي سميتها التردة قولوا لي انتم اذا كنتو كتحضروها او لرفيسة العمية كيلك يقولها رفيسة العمية فقولوا لي انتم في الكومنتر اشنو كتسميو هاد الاوكلة هادي وبصحة والراحة مع هاد الجول بارد وهاد الحموصة هادي لبنات ما عارس مني نجد ضيلة تلخروا لقيت هاد الحموصة هادي مهم ردز مع اللوبيا يمكن مع الفول عفوين وصافية كان نقدم لكم هاد الطبق بالصحة والعافية مع هاد الكاس ديال اتاي المنعنا المشحر المكشكش اه الى عجبتكم قناتي ما تنسوش تابونوا معنا في القناة خليوا ليالي لايك ديالكم وتشجيع ديالكم وبارتاجيو هاد الاوكلة العجيبة مع حبابكم اللي كنتو اول مرة تشوفوها اه شوفوا معي طبق الله كيكا جي يا سلامة لبنات راح كلها مسقية وغزالة بصحة وراحة لبنات الى فيديو قادم شاء الله شكرا لكم المتابعة